أظهرت بيانات رسمية أن المملكة المتحدة سجلت 18.270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر عدد يومي للإصابات منذ الخامس من فبراير وذلك فضلا عن تسجيل 23 وفاة هذا وتتزايد الإصابات اليومية في بريطانيا منذ الشهر لكن يبدو أن برنامج التطعيم السريع كسر إلى حد كبير الصلاح بين العدوى والوفايات مع بقاء الوفايات اليومية في نطاق 20 أو أقل